تحتفل محافظة جنوب سيناء بالذكرى الثلاثة وثلاثين لتحرير طابة من خلال عدد من الفعاليات والاحتفالات واللي بدأت بتفقد اللواء خالد فودا محافظ جنوب سيناء لساحة العلم للوقوف على الاستعدادات النهائية لرفع العلم المشهد اللي بيفتخر بيه كل مصري لأن الأرض المصرية عادت لشعبها مرة تانية وبعدها توجه المحافظ لوضع حجر أساس إنشاء 120 منزل بدوي بقرية رأس النقب واللي أصبحت تابعة لمحافظة جنوب سيناء بعد إعادة ترسيم الحدود الإدارية بين محافظتي شمال وجنوب سيناء احنا أول يوم بداية في الاحتفال بنحتفل فيها بنحنا بننفذ ما طلبوا مواطنيها سواء من كانت منازل بدوية وان شاء الله هننفذ جهاز تعبير سيناء هننفذ ان شاء الله 120 بيت بدوي بمساحة 214 متر تكليفة حوالي 72 مليون جنيه هيتعمل فيها مكتب بريد هيتعمل فيها كل الخدمات المتكاملة سواء بريد أو سواء تضامر أو سواء تموين أو سواء وحدة صحية بالإضافة لقوافل طبية هتيجي في خلال الأيام القليلة القادمة للكشف على المواطنين فينا اللي بيحصل النهاردة ده نتيجة لقاء منذ أسبوعين مع أهلينا في قرية راس المقب فكان لازم وكان واجب أن أنا أجي أشوف وأعود معاهم وأتعرف عليهم وأشوف بطالبهم إيه وكان لهم حوالي 20 مطلب عشان تبقى واقعي تاخد خمس مطالب تحققهم ثم تاخد خمس مطالب تاني الخمس مطالب اللي هم كانوا طالبينها ده أحد المطالب فيه عزين 120 بيت بدوي لولادنا لأهلينا هم دول فوق دماغنا لأنه دول ولادنا ودول مصريين ودول اللي هم مطلب ومطلوبهم عادل جدا مساء الرئيس بعمر في البلد كلها يعني وحنا بنقول من باب أولنا عمر كمان سينا فعلى طور عالف هور قدال الأسبوعين كان السيد الدكتور وزير التنمية المحلية والسيد اللواء محمود نصار رئيس جهاز التعمير بنفسه بيحط حاجة لأساس وبيعيدهم وأنه مش هيبقى 120 بيت لا ده هيبقى 120 بيت ويبقى تجمع هيتعمل فيه عدوة صحية تعمل فيه مدرسة هيتعمل فيه مسجد هيتعمل فيه وحدة اجتماعية هيتعمل فيه حاجات ننمي المنطقة عن طريق المنطقة اللي احنا موجودين فيها وضعنا حجر أساس 120 منزل بدوي دول مش مجرد منازل فقط لا احنا بنقدم لهم كافة الخدمات يمكن كان فيه توجيه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيس ان احنا نعمل تجمعات تنموية كبيرة داخل سينة عشان نقدر نقدم لهم الخدمات المطلوبة ليهم وفي نفس الوقت نقدر نقدم له حياة كريمة النهاردة افتتحنا فكورة الاعمال فيها بوضع حجر الأساس لانشاء 120 منزل بدوي وطبعا 120 منزل بدوي كان بحضور المعالي الوزير والسياد اللي هو محمود نصار رئيس الجهاز المركزي اللي اوصى بان ما تكونش بس المنازل اللي موجودة لها تكون متكاملة الخدمات نعمل لها كل الخدمات ما تكونش المنزل بس لا ليكون بارده الطرق والكهرباء والصرف الصحي والمياه وايضا جميع المباني الخدمية من مدارس والوحدات الصحية والوحدات الاجتماعية ومراكز الشباب والنوادي وايضا المسجد لتكون متكاملة ونقدم الخدمة كاملة لأبنائنا في قرية رأس النقب ومن قرية رأس النقب لمحطة تحلية مياه طابة المشروع اللي بتنفذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة حوالي 150 مليون جنيه على مساحة 5000 متر مسطح كمرحلة أولى المحطة توسعاتها نحن بنشتغل في البداية 5000 متر مكعب وتوسعات العشرة نحن بنشتغل المأخذ وجميع الأعمال الانشائية على 10 000 متر مكعب وبنشتغل الأعمال الكهروميكانيكية وأعمال التحلية 5000 في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية بتيجي الأعمال الكهروميكانيكية والتحلية للمرحلة الثانية بتيجي تركب على طول في الأعمال الاعتدالية إن هي بتكون جاسة بالتأكيد دي مش هتكون نهاية الفعاليات والاحتفالات وكمان المشروعات لكن كل سنة هنيجي وهنحتفل بمزيد من الإنجازات وإحنا بنفتخر ونعتز بالذكرى اللي لا يمكن ينساها أي مصري لأن 19 مارس أصبح عيد للمصريين منذ عام 1989 بعد أن أصبحت طابة رمزا للسيادة المصرية فكل سنة وإحنا دايماً متمسكين بأرضنا ولا يمكن نفرط في أي حبة رمل من طرابنا محمود جميل صباح الخير يا مصر